لتفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة دي وعن مباراة النهائي من علاء السيد ناقد الرياضي اللي منوارنا عبر الزوم ونقول له صباح الخير يا فندم صباح النور يا فندم أهلا وسهلا بيك وأهلا بمستمعي ومشاهدي القناة الأولى صباح الخير يا عزيزي صباح الخير على حضرتك في البداية شفت ازاي فوز منتخبنا الوطني على تونس مبارح شفت مبارح فريقنا العالمي فريق منتخب مصر اللي تحضر في آخر أربع خمس سنين كتيبة من المحترفين اللعبين أصحاب الخبرات العالمية بيقدوا بأداء واسق وبيقدوا المطلوب منهم أمام جمهور رائع شجحهم وجاي يفرح بيهم فريقنا طبعا فوز مستحق جدا وفارق ووضح في الإمكانيات الفنية والبدنية لصالح منتخبنا اللي زي ما قلنا كده تم إعداده في آخر أربع خمس سنين وزي ما قلنا كده ابتعاسه لللعب في أفضل أندية أوروبا ودي كبعا نتيجة منطقية جدا وزي ما قلنا كده احنا فريقنا يعني يعني محتاج يعني ببساطة كده سائق أو مدرب يجمع اللاعبين وينزل بيهم في المباراة في المستوى ده اللي يفوز بسهولة يعني يعني أنا شفت قدم وثقة ومشاء الله يعني أداء أكتر من رائع طبعا منتخبنا فازة للمرأة الخامسة على التوالي لكن كلمنا كمان عن سيطرة منتخب مصر على مجريات المباراة امبارح وده كان يعني نعتبر وحافظ للفوز المباراة اللي جاية طبعا امبارح المباراة طبعا كانت قراءة جيدة من مدرب بتاعنا كارلوس باستور وخصوصا حراست المرمى كريم هنداوي امبارح كان مفتاح البداية القوية جدا وانتلقات محمد سندي يعني احنا ممكن نقول في أول عشر داية ربع ساعة المباراة قريبا انتهت بشكل كبير لأن دخول المباراة كان قوي جدا من من الاثنين دول مركزين حجمات خاطفة تصدي رائع من حراست المرمى كان مرضوده فرق خمس ستة هداف او الربع ساعة وده اللي صعب المهمة جدا على الفريق التونسي هو يتواجد تاني في المباراة يعني الناس كلها شافت الحالة الفنية العالية جدا الكريم هنداوي امبارح الشوط الأولاني طبعا بالإضافة للاعبين يعني أنا طبعا اداء الجماعي الثالث والثقة الكبيرة في حراست المرمى هي قدة المرضود الجاية جدا ده والسرعة الفائقة في هجوم الخاطف اللي قدت لأن الوجود فريق مريح استمر بيه الفريق المصري بخبرته وحافظ عليه طوال المباراة الخمسة واربعين ديال الأخيرة وشكلك يعني معجب بطريقة لعب منتخبنا لكن كلمني هل أدار اخوان كارلوس المباراة بشكل صحيح ولا كان محتاج يغير فيها أكتر أنا عاوز أقول بس أن الفريق كان محضر بشكل جيد للمباراة فريق طبعا حافظ الفريق التونسي وإن كان يعني يعني فيه طبعا فيه وجهات نظر مختلفة في طريقة الإدارة وخصوصا أن الناس شافت أن الفريق المصري يعني يفايز بفرقة خمس أهداف الشوط الأولاني كان ممكن يزيد الفرق عن كده شوية لكن طبعا كل مباراة وليها ظروفها طبعا اعتمد بشكل أساسي على اللعب المختلفين المتعودين يلعب على بعض إحنا فريقنا يعني ده مكونا وبالشكل ده وبالتشكيلة الفنية دي يعني بقالها تلات أربع سنين يمكن من الفين وتسعتاشر الشكل ده بالنسباننا الحفوظ يعني الناس متعودة وجود سند متعودة على يحيى خالد متعودة على يحيى الدرع متعودة على علي زين موجودين في أماكنهم بإضافة الكريم اندو فعني التشكيل لو كانت فيها تغيير كبير احنا بس كنا كنا طبعا شوية نشوط التاني يبقى أداء أفضل شوية على أساس أن الفريق يزود الفرق وخصوصا أن الفريق التونسي يعني زي ما يقول كده فقد التوازنه شوية شوط الأولاني كان ممكن أن يبقى النتيجة أعلى من كده شوية لكن طبعا وأحاول يرجع للمباراة معرفش لأن فريقنا خبرات عالية ما شاء الله عليه طب إيرا يا حضرتك في استبعاد المدير الفني لعصام الطيارة ومحسن رمضان ومازن رضا وخالد وليد هي مقتلات بطولة ومقتلات لعب بصفة عامة يعني حراس المرمى عندنا كريم هنديو أدى أداء رائع شوط الأولاني وآخر عاشد دقيق أو قال أدهم محمد علي بأداء رائع وجهت نظر يعني أنا وجهت نظر لأن كنت موجود في الملحب كنت أستغل عصام الطيار في فترات صارفة في البطولة ليس في المطش بالذات يعني يعني عصام الطيار ما شاركش في غير ماتش في البطولة وطبعا كان صعب يشارك في البطولة دي في المتش تعام بارح لكن باقي اللاعبين مقتضيات ملعب وفكر مدرب ما نتفق أو نختلف عليها ده عمر طبيعي جدا لكن في الآخر الراجل وصل مباراة النهائية وبشكل مريح يعني شفنا مباراة مباراة في فوز مريح للفريق المصري بدون شدة عصاد زي ما خلصتها في أول ربع ساعة بسبب الخدير الجيد اللاعبين كلهم موجودين تحت العشرين لعبين في المعسكر يجاهزوا والذي يستفيد منهم يحسوا أن يأخذ منه إضافة ويضيفوا للفرقة يمكن أن ينزلوا ملعب ممضوح حاشم وحسن أداح يستعيدوا مستوىهم قليلا بقليلا لكن فريق متكامل الموجود بيسد الحاجة الفنية المطلوبة من المدرب وده أمر طبيعي جدا تمام بنشكرك شكرا جزيلا سيد علاء السيد الناقد والرياضي على الشرح والتحليل والتفصيل ده نشكرك شكرا جزيلا